إلى ملف حياة كريمة حيث شهدت محافظة الوادي الجديد افتتاح عدد من المشروعات التنموية بحضور وزيرة التضامن لاجتماعين فين القباج ومحافظ الوادي الجديد محمد الزمنوط وتشمل المشروعات اطلاق مبادرة وقف النخيل في اطار المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة كما تشمل المشروعات افتتاح جمعية رعاية الطلاب وعدد من دور الحضر اشهد محافظة الغربية طرق رحمي بمدى تقدم الاعمال في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتة داخل قريتي نخطي وتفهمنا العزب كربت الاعمال على الانتهاء في عدد من القطاعات على رأسها المجمعات الخدمية والزراعية والبيطرية والمدارس واقتربت نسبة تنفيذ المشروعات بقرى زفتة من 90% ترجمة نانسي قنقر